تحية من القلب أعزائي مشاهدي مريم تيفي أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ذريتاس التراس بمفهومه البسيط هو خلاصة ما خلفته الأجيال السابقة للأجيال الحالية الهوية هي مجموعة من الخصائص والميزات التي يمتلكها شخص أو شعب أما العالمة فهي تحويل ظواهر مختلفة محلية إلى ظواهر عالمية بهدف تعزيز الترابط وتوحيد الجهود بحلقة اليوم أعزائي المشاهدين رح نحكي شوي عن يلي بيربط التراس بهوية الشعب وعلى تأثير العالمة على هودة المفهومين بسعدني بالبداية رح أبي ضيف عزيزي معي اليوم هو دكتور روني خليل محاضر في الجامعة اللبنانية دكتور روني أهلا وسهلا فيك ببرنامج فيريتاس مش لأول مرة حضرتك من أصدقاء البرنامج يشرفني ويسعدني أنك تشارك معي بهالحلقة يلي بنحكي فيها عن التراس يلي هيدا شيء موضوع عزيز على ألبك وعا قلبنا أهلا وسهلا فيك أنا بتشكر استضافتك مدام فيكي وكمان نشكر إدارة المحطة وإن شاء الله بهالحلقة مثل كل الحلقات نكون عم نضوي هيك على ناحية من نواحي حياتنا الاجتماعية السائفية تاريخية تراثية اليوم مرة كمان من فترة عملنا حلقة عن العالم كانت كمان كتير حلوية واليوم رح نشوف إذا فيه ترابط أو هيدا ترابط شو العلاقة بين المفهومين كمان أكي إن شاء الله إن شاء الله هيكي بنعطي للمشاهدين شي جديد وشي حلو إن شاء الله أهلا وسهلا فيك أعزائي المشاهدين ببدا بالفقرة الأولى دكتور روني لننطلق بحوارنا من الضرورة هيكي نعطي لمحة ما هو التراث مشو هي مكوناته وما هي أشكاله أوقات بيكون عنا نحنا مثل فكرة مغلوطة عن التراث بفكر شي هيكي تراث قديم يمكن مت بالزامع الزمن حلو هيكي نعطي مفهوم صحيح للتراث والأشكاله وأنواعه نعم بس نحكي تراث نحنا بنقصد فيه نتاج الأقدمين من نتاج فكري لنتاج تاريخي لنتاج بشري حضاري إنساني حتى التراث يعني بيوصل كمان لا حتى ليومنا هذا يعني اليوم نحنا أعمالنا اللي عم نقوم فيها هلأني منفصلها أكتر هذه رح تكون كمان بمرحلة من المراحل هي تراث فإذا نحنا التراث هو شامل ويحتوي على معظم مظاهر الحياة حياتنا الاجتماعية اليومية حياتنا أكان الثقافية يعني اليوم اللغة هي من التراث اللغة المحكية بنقصد فيها اللهجات إذا عم نحكي كمان اليوم مجتمعا أو مجتمعيا عنا العادات والتقاليد إذا عم نحكي كمان اليوم بالتاريخ عنا التراث المادي التراث الحضاري يعني عم نحكي نحنا المنشآت من القلاع للبيوت الأديمة للأثرات بشكل عام كل هذه من التراث إذا عم نحكي أيضا بالتراث الصحي والكمان الاجتماعي عم نقصد في ألموني اللبناني مثلا نحنا اليوم حديثنا عن التراث اللبناني تحديدا فإذا الفولكلور إذا عم نحكي كمان بمجال الفن والشعر والأدب والرقص والدبك اللبناني فإذا هيدا التراث حتى فن البناء البناء اللبناني الأرميد أو إذا نأخذ مثلا البيوت الأديمة العقد أو حجر الصخر أو اللي كانت كمان خشبية بتضيع بين إلا الوصالة أو بيوت اللي كانت كمان أديما على تحدل على المحدة ليرصوا السقف فإذا هيدا كلها من التراث هلأ أيضا الأزياء الأزياء اللبنانية الأديمة هلأ التراث هو مفهوم متحرك أو مليابل إذا بدنا نقول يعني في بعض نواحي التراث بدنا نحافظ عليها في نواحي أخرى ممكن اليوم أننا نتخلى عنها لأنه التراث كمان بيتطور وينبذ كمان بعض العادات أو بعض بعض المفاهيم التراثية يعني اليوم مثلا في عنا خاصة بالضيع اللبنانية الأديمة في عنا كتير حكايات أشبه بمبدئ الأساطير إنما روايات من نصاد كتير أو من نصاد كانت بفترة من الفترات تراث اليوم العقل والعلم ما بيقبلها يعني مثلا نعطي مثل فكرة الكصوف والخصوف من الأمور التراثية إنه إجا تنين بلع الأمر أو بلع الشمس يعني هاي دي اليوم العلم هاي من التراث ولكن هاي دي قابلة اليوم للتطور وللنقد يعني أو للرفض وغيرة وغيرة فإذن التراث مشكل شيء تراثي نحنا بنا نقبله على عليته أو كما هو فإذن فيه إشياء بتتطور فيه إشياء لازم نحافظ عليها فيه إشياء تزول مع الوقت ومش عايب يعني أن تروح هاي دي بعض المفاهيم يلي تخطيها الزمن والعلم والعقل يعني فينا نقول دكتور روني أو قدت هيك من المهم ندوي إنه ليه مهم ننقل هالتراث دي عنا أهمية بحياتنا نحنا اليوم نكون عم ننقل تراث كان عم بيترجم واقع معين من زمن حصل في الأجيال الجديدة قدت بتقول أنا شو بهمني نكون عم بنقل هيدا التراث هون حالو نوضح هيدا التراث هو يحفظ الذاكرة والتاريخ يعني هو متما تفضلت وقلت هو بيضوع على تاريخ شعب نعم شو بيخصص أو بيعطي خصوصية إذا بدنا نقول شعب عن شعب آخر هو التراث هو أو إذا ما بدنا نقول التراث فقط هو من عوامل الخصوصية الفردية لشعب معين هو التراث فاليوم مثلا في لبنان من خصوصيتنا نحن أكان بالموني اليوم التبولي أو الحموس أو معظم مأكلاتنا هذه خصوصية لأننا هذه فريدة من نوعها لللبناني أكان بالعادات والتقاليد لماذا اللبناني بصيروه على الغرب بيتعزب بيتأقلم لأنه في عنده نوع من العادات متعود عليها فإذا هذه المفاهيم هذه أو العناصر التراثية إذا بنقول سلك شعبنا اللبناني عبر قرون من الزمن على أساسها على منهجة فمشان هكي صارت هي جزء من تاريخه جزء من حضارته جزء من من خصائصه والفرائد اللي عنده إياها بيتميزوا منشان هكي السائح اللي بيجي على لبناني بده يتعرف على التراث اللبناني على الفولكلور على شو بيجي يشوف بالسياحة معظم الصفاح بيجو تيشوفوا التراث اللبناني كما نحن بس نسافر أكتر شي بيهمنا بس روح على بلد أني أعرف أكله عرف نمط عيشته أكيد الأهم شي التراث الثقافي يتنقلنا هاي اللي بننقله من الأجديد اللي بيخلينا نحن نتطور ويكون عنا ما بنقدر نتطور إلا من شي أخدمين صحيح وهو مرتكز للمستقبل مثل ما منشان هيك اليوم في ضرورة وأهمية للحفاظ على تراثنا لنقله للأجيال يلي اليوم نحن بعصر العالمي فيه عندنا هذا الصراع بين المفهومين ممكن يتكاملوا بس كمان فيه صراع لأن العالمي هي فتح الحدود على الدول بين بعض البعض فتح الشعوب والثقافات إلى حد ما تلغي ثقافة أو هوية البلد الخاصة من أجل إدماجه بهوية عالمية فاليوم لدينا هذا الصراع بين المفهومين أكيد هذا الموضوع رح نرشع نضوي عليه بس حذرتك ذكرت أنه فيه أنواع من التراث تراث الفن الثقافة حتى الاجتماعي الانساني يعني هون بحب شوف شو علاقة التراث بمسلا حقوق الإنسان نعم طبعا كل بلد عنده أنواع من التراث نحنا إذا بدنا ناخد مثل التراث اللبناني الإنساني نحنا مثلا معظم عادتنا القيم يلي تنشأنا عليها من قيم الصدق الأماني وخاصة الأماني بضيعنا قديما لأنه لم يكن لدينا مثلا مفهوم البنك لليوم نحنا نحكي فيه إذا الشخص بده يخبي أمواله عن جاره يمكن يأمن عليهم أو عند رابطه إلى ما هنالك في أذن هذه القيم ترسخت بذهن اللبناني عبر الزمن عبر التاريخ واليوم في ضرورة إلى المحافظة عليها هالتراث الإنساني أكان من ناحية العلاقات الاجتماعية الإنسانية إيشة كورونا قداش حسينا حالا سلخنا عن مجتمعنا اللبناني أو عاداتنا يمكن بالغرب بمعود يعني بالغرب ما تأثر كتير قد اللبناني لأنه بالمناسبات أكان بالعرس أو الأحزان هذا نمطهم نعم ولكن نحن هالتراث اللبناني الإنساني بالواجبات بالمناسبات بالتقاليد في عنا مفهوم قديما كان اسمه مفهوم العوني يعني المساعدي بأي مناسبة بأي كانوا يعمروا بيوت لبعضهم فهذه هالمفاهيم الإنسانية هذي مهمة كتير بترسيخ قيم المواطن واليوم في عنا دعوة للحفاظ عليها لأنه اليوم نحن بأمس الحاجة اليوم لأنه نرجع نتآلف لبنانيين كلنا مع بعضنا نرجع دايش في عنا اليوم حالات صعبة بلبنان أكان صحية أم معيشية فمن قيم اللبناني هو المساعدي ويد مد العون للآخر وهذه من التراث يعني فينا نقول دكتور كأنه بتقاليدنا وبي قيمنا يلي حضرتك عم تذكرون كان عطول في جو علائقي مع الآخر ومن نطلع من الفردية اللي اليوم عم تغلب مجتمعاتنا وهيدا كتير حلو نرجع نرد هالقيم لحد نظل عايشين جو العائلي داشتنا اليوم بنتميز فيه بلبنان الالفة كلها يعني هنا إذا نرجع للحقوق يعني فينا نقول من حق الإنسان أو الشخص البشري أنه يعيش بجو عائلي هيدا حق لقلو بينما فيه تفكك بالمجتمع ويحرموا من هيدا الحق صح وهيدا مكرس دستوريا بشرعة حقوق الإنسان بمعظم الدستير والقوانين يعني حتى الأمور التراثية يلي نحن يمكن من مر عليها أحيانا مرور الكرام أصبحت أحيانا بنود قانونية بنود موجودة بالدستور يعني بالقوانين عموما فلها سبب هيدا مثل ما إنه ضروري أنه نحافظ على استمرارية هذه القيم الخاصة بمجتمعنا وننقلها لأجيالنا يلي عم بيتعرضوا اليوم ل ما بدي أقول مضايقات لإغراءات إغراءات الحياة المادية إغراءات الحياة الفردية إغراءات الحياة الاندماج العالمي يلي عم بيصير نعم فكله هيدا إذا بدنا نرجع شوي للتراس الفني يعني بنشوف مثلا الفولكلور هو علم هيك مبعد أنا تصفحت شوي وشفت أنه هو علم ما هو علم الفولكلور مثلا مثل ما الفولكلور علم مثل ما كمان الشعر والأدب هو أيضا فن وعلم نين سوى مثل ما معظم التراث الأدبي والفني هو يحمل الوجهين الأدب الفني بقصد فيه والعلمي فالفولكلور إذا بدنا ناخد هذا الشق أو هذا المضمار من التراث الفني هو بنقصد فيه نحن أولا الرقص الشعبي اللبناني مثلا بنقصد فيه بعض الغنيات اللبنانية التراثية بنقصد فيه الميجانة العتابة الزجل إلى ما هونالك فإذا هيدا هيدا مش بس أدب مش بس فن هي علم لأنه اليوم تتعمل قصيدة مش بس بده موهب يبده كمان فيه قواعد في أطبات معينة بده اطبع الشاعر أو اللي عم بينثر أيضا حتى الرقص الرقص يعني يدرس فالدبكة اللبنانية أيضا قداش في عنا كان من الاستعرضات بهذا المجال ومن المدارس يلي خرجت فرق دبكة فإذا كله هيدا لم يأتي من موهبي فقط يعني إجا نتيجة كمان تبحر في العلوم وفي الفنون التراثي الأدبية الفنية إلى ما هونالك وطبعا هذا المجال كمان عطي لبنان كمان زخم وعطي لبنان دور بمجال الفن عامة يعني اليوم بس نحكي بفنانين كبار بلبنان تركوا بصمي أو أثر عم نحكي وضيع الصافي يعني عم نحكي فيروز عم نحكي صباح عم نحكي وغيرهم وغيرهم عم نحكي فرق الرقص اللبنانية الأزياء بهذا المجال الشروال والطربوش يعني اللي بيلبسوهم بفرق الدبكة يعني كلها هذه خصائص يتمتع يتميز فيها لبنان وهوية اللبنانية هذه من خصوصياتنا لا أكيد هلأ بس فين أشخاص بقولوا لا نحنا مش هويتنا للشروال يعني كأنه أوقات تعتبر في نظرة سلبية لهالأمور نحنا كيف اليوم فينا نقول أنه هيدا الخصائص هيدا هي شيء أعطى للبنان واللي وصلنا لأنه نرجع نتأقلم نحنا كمان بمحيطنا أو بشكل عام بالعالم المصبوط لكن في هلأ التراث هو يتكامل مع مع تراث آخر ببلد آخر مجاور أو يعني اليوم مثلا الدبكة في عنا الدبكة الفلسطينية في عنا كمان الأردنية السورية مش عايبة أو حتى الشروال أو الطربوش يعني في بعض النواحي ما بتكون صرف لمجتمع معين مش غلط مش غلط نحن نقطبسها من مجتمع مجاور ونحن نصبغ حالنا فيها يعني تصير لإلنا أو نطور عليها أو نميزة يعني اليوم بين الدبكة اللبنانية والدبكة الفلسطينية في فرق في فروقات حتى بالشاعر بالفن بمعظم مع أنه نحن لهجة تقريبا أو لغة متقاربة من بعض البعض فمش عايب أنه نحن ناخد ويصير عندنا هذا خاص لأنه نطوره أو نعدل فيه أو يمكن نقص أحيانا منه ولكن المؤسب بالموضوع أنه بعض الأشخاص بيربطوا التراث أو بعض نواحي بالتراث بنواحي دينية يعني بس تقليله إذا نحن خدنا هذا المضمون التراثي أو المفهوم التراثي من هذا البلد بيربطوا لك لا أنا ما بدي ما بدي شي من دولة العثمانية ما بدي من من سوريا ما بدي من فلسطين يعني لا ما نوعيب بالعكس ما هيدا تاريخ مر وهيدا تأقلم واندماج بين وبين حضارات أخرى تطلع عندي أنا التراث اللبناني ما بدي أستحي يعني التربوش مش واحدنا نالبسنا التربوش بسوريا بالمنطقة العربية والمعروف أنه اللبادة هي اللبناني اللبناني صحيح فما نستحي بالعكس هيدا رمز من رموزنا نحنا الوطني طبعا مش كل شي نحنا فينا ننقله للأجيال أو فينا اليوم طبعا مع العولمي ومع التطور ما بقى فيه ألبوس الشروال أو التربوش طريقة الحياة صحيح كنت عم بقول قبل شوي أنه التراث يتطور في أشي بحافظ عليها في أشي برفضة كليا في أشي بطورها يعني في عنا بس أكيد هو ركيز بيضل هوية مجتمع مزبوط هلأ زيبنا نحكي شوي عن مفهوم الهوية دكتور وكيف التراث بيشكل جزء من هالهوية أكيد حكيتنا يعني كيف بيجعلنا أشخاص مميزين أو شعب متميز بهذا الشي صح بالنسبة للشعوب الباقية عناصر الهوية هي أولا الشعب اثنين الأرض وثلاثة المؤسسات اللي بتكون بالدولة فهو العناصر الأساسية فمجرد أنه انطلقنا من الشعب الشعب يعني هو يشمل كل النواحي الاجتماعية الاقتصادية السقفية السياسية التراثية بما من ضمنها فإذن حكما يعني أصبح التراث هو جزء من الهوية اللبنانية مثل ما بس نقول الأرض يعني بلنا نقول الحدود الجغرافية بس نقول المؤسسات يعني الجيش والأنظمة والقوانين والمؤسسات فإذن تحصيل حاصل يعني التراث يدخل في عناصر الهوية المجتمعية أكان للبنان أو أي بلد آخر فهو جزء من هذا من هذه الهوية نعم كان مثلا عم نحكي الأثرات نعم ما هو دي جزء من هويتنا يعني القلاع ما هو ده راس القلاع الحصون الأثرات المبنية أو حتى كمان الأثرات المنقولة يعني إذا من نقول من يمكن أموال أو أدوات معينة هذه ما قالنا نحنا لنبيعة نفرط فيها اثنين اليوم في عنا مؤسسات أيضا طعنها بالتراث بدءا من المدرية العامة للأثار وكل المؤسسات التي تبع لها اثنين في عنا مؤسسات خاصة أيضا طعنها بتمويل إما أحيانا من الاتحاد الأوروبي أو ب أنا معلوم يعني ما عم بعمل دعية بس بسمح أني أذكر مثلا إحدى المؤسسات اسمها بلادي يلي من اسمها عم تحاول تحافظ على التراث اللبناني نعم بكل مضمينه يعني أكان تعمل دورات للنساء لتعليمهم للموني بتعمل دورات للشباب كيف ممكن يكونوا هن أدلي سياحيين أو تحافظ على العمولات الأديمة يعني وقتا وفي عدة مؤسسات غيرة يعني طعنها بهذا التراث ونحن كمان نلجني هلأ أكيد رح نحكي باستفادة عن اللجنة اللي حضرتكن عم تهتموا فيها أكيد كتير مهم دكتور أنه نكون نحن عم نحافظ على هيدا التراث اللي حضرتك عم تذكرون كلهم كل هالأنواع لأنه عم نكون عم نحافظ على تاريخ الشعب على تاريخ الناس مرأوا وعطيوا من زيتهم من دمهم من حياتهم من وقتهم من شغلهم من تعبهم ما فينا نحن أكيد نغض النظر ونهملهم ونحطهم على جنب ونقول كأن ما صار شيء لأنه نحن اللي وصلنا له اليوم هو نتاج يلي هن اشتغلوه وعملوه يعني شيء كتير حلوء ونفكر فيه كيف ممكن هالتراث طبعا يبقى شغلة هيك جامدة بالزمن فيه يدخل بدينماكيتنا مع الحاضر اليوم يعني كيف أنا اليوم هالجيل الجديد بدي أقل له هالتراث كيف فيك تستعمله بحاضرك بداية فيه ضرورة اليوم لإحياء التراث وإدخاله بصلب المناهج أول شيء المناهج مدرسية هذا ضرورة اليوم لأنه هالتلميذ هذا مهم أنه يكون عنده التراث كمادة كذلك الأمر بالجامعات وأنا كمان بسمحهم أن أفتح هكي مزدوجين أنا منسق لمادة التراث أيضا بالجامعة اللبنانية كليت التربية وما إلى زمان إلى أربع سنين هالمادة استحدثت وأهميتها أنه عم بتقرب وجهات النظر بين ابن الشمال وابن الجنوب ابن البقاع وابن الساحل أنه شو عنا أفكار مشتركة شو عنا عائلات وتقاليد أو أحيانا يمكن نتعرف على إشياء جديدة على إشياء المجتمعية عند الآخر فهذا بتقرب بينما يمكن السياسية والطائفية بتبعث شو نختار نحن لازم نختار يمكن الإشياء التقرب أكتر فهذا أولا ثانيا ضرورة إقامة ندوات محاضرات مؤتمرات ورش عمل في هذا السياق لتصليط الضوء على التراث تعريف به في إشياء كتير نحن بحياتنا اليومية بتمرق معنا ما بنعرف إنه هايدي تراث ما بنعرف إنه هايدي لازم حافظ عليها تصليط الضوء على مثل ما تفضل تقلت نتاج الأقدمي بكل معاني ف للأسف نحن اليوم عم نواجه نوع من التخلي حتى عم بيرفض صار البلد بشكل عام عم بيرفض اللغة العربية يعني قداش عم نتخلى عنا عم بيرفض العادات والتقليد عم بيرفض يعني هايدي أمور هاي لازم حافظ علي لأنه هايدي كونت مجتمعنا هايدي من أصالة هذا المجتمع ففي ضرورة اليوم طبعا المجتمع الأهلي بشكل عام يعني أكان الأهل أكان المدارس أكان الضيع الرعاية أو بأي مجال يعني لازم يرجعوا يحيوا هذا التراث مثل ما قالنا في أشياء منشيلة في أشياء منطورة ومنحافظ عليها فهون هايدي الدعوة ويكون بصلب بصلب مناهجنا المدرسية والأكاديمية الجامعية ويمكن يكون اختصاص حتى يعني ساعتها منكون عم نحافظ نحنا على استمراريت ووضع هلا أكيد بمجال الفن أو بمجال الهندسة في اختصاص يحافظ على الأثارات صحيح بس مبارف إذا بغير اختصاصات بيفوت هالحفاظ على التراث يمكن الثقافة بس كل الجامعات تهتم بأرشيف الثقافة طبعا هلا بيكون عندها يمكن مادة معينة أو اختصاص واحد يمكن بهذا بس فينا يكون أكتر لا لأنه برجع بقول أهميته هو أهميته ليست فقط اجتماعية ووطنية إنما أيضا اقتصادية يعني كنا قلنا قبل شوي السياحة كيف اليوم التراث ممكن يكون عامل جذب سياحي لبلد نحن نحن للأسف اليوم عنا تعرض وتعدي على كتير من مواقع الأثرية التراثية أما السرقات التي صارت الحقيقة أما التدمير أما حتى إذا بدنا نقول الغابات اللبنانية هي نوع من تراث لبناني إذا نتفرض اليوم للنفيات أو للحرق أو للقطع الأشجار كرمال الحطب أو غيرها فإذا هذه ضرورة أن نحافظ عليها ضرورة نحافظ على ديمومتا وكيام حالو أدي مهم دكتور روني كمان اليوم نحن مثل ما بنعرف أنه بالتراث الكنسة يعني الإيمان نقل من الأجداد بالأول بالكلام ورجعنا بالكتاب المقدس وإذا كان مهم هالنقل من جيل لجيل هالإيمان ويلي هلأ تجسد كمان بأشياء مادية نحن منعوذ بالكنائس ومنشوف قد بأوروبا صار فيه تسكير لكنائس وصارت الكنائس تستعمل لغير أمور يعني كنائس أدينة تراثية كنائس يعني بتتعبر عن حتى عن إيمان شعب يعني وعن حضارة إيمانية عن حضارة بخصوصة مسيحية يعني هلأ بتحس هالتراث الكنسة اليوم بخطر خاصة بلبنان أول شي هكي ضوي على تراث الكنسة أول شي كيف بلش أو شو الخاصية للبنان إذا من ناخد مثلا على الصعيد الماروني فرضا بشكل عام لأنه هلأ نحكي شوية عن غير غير كمان مذاهب من الخاصية مثلا الكنائس المارونية كانت كنائس فقيرة يعني ما فيها العظمي ما فيها المظاهر الثرية أو غيرها وازم نلاحظ أكتريتها حجر صخر قديمة لأنه من طبيعة الأرض يعني طبيعة لبنان بشكل عام هي صخرية فالمؤمن اللبناني شو فيه بين إيدي من وسائل كان يعمل يعمر على هالأساس هذا واحد اثنين الألحان إحنا لدينا الألحان إذا من ناخدها السريانية أو حتى البيزنطية لأنه كمان المذاهب تطعم ألحانة وتراتيلة وأنشيدة فإذا هذي كمان جزء من تراثنا حتى التقوس في عنا اليوم التقوس عند كتير مذاهب هذي بتكون مثلا بنت البيئة بنت الأرض يعني اليوم التقس الماروني يختلف عن التقس مثلا الغربي كاتوليكي بأوروبا لا لأنه فيه تأثير مناطقي تأثير شعب تأثير حضارة تأثير تراث بالملبس بعثي مثل اليوم اللباس الكاهن عند الماروني يعني نحن بنها كنيسة كاتوليكية يختلف عن الكاهن بالكنيسة الغربية اللي هو لاتيني فإذا هذا مثل فمشن هكي نحن في ضرورة للحفاظ على هذه الخاصية لأنا إذا نحن لروم الأرثولوكس مثلا الألحان البيزنطية المتأثرة أكتر بالقسطنطينية أو باليونان أكتر مثلا من روسية لي لأنه شرقيين يعني بتلاقي يعني وين أنت بتلحق بتلحق منطقتك أو بتلحق هذا الهوى زينا نقول يعني الشرقي أو المشرقي فكتير أمور نحن اليوم بتراثنا الكنسة نحن لازم نحافظ عليها لأنه عم تدخل كمان كتير عادات ليتانية منسميها لاتينية أو غربية إلى طقوسنا يلي هيدا تتعارض أحيانا مع الطقوس الشرقية هون بشكل عام هيدا واحد اثنين لا تتعارض يمكن بالإيمان لا ولكن بالممارسات بال بسي مانا علامة انفتاح كمان زوج يعني شو بقوله سيف زو حدين ممكن تكون انفتاح وممكن تكون كمان طمس للهوية الذاتية فهذا واحد اثنين اليوم كمان ضمن التراث الكنسة نحنا عم نبعد شوية شوية عن كنيسنا يعني كان جيلنا الشاب أو هلأ اجت كورونا يعني كمان زادة دكتور هيدا موضوع يعني هلأ اكيد رح نتطرق له كتير بشكل قوي بس خلينا انه خلص وقتنا ما نطلع باستراحة عزائل المشاهدين نطلع باستراحة صغيرة من رجع منتابع احباء المشاهدين بتابع انا بياكم الحلقة الخاصة اللي عم نضو فيها على التراث والهوية وتأثير العولمة مع دكتور روني خليل دكتور روني بحب نرجع شوية نتابع بالموضوع اللي كنا عم نحكي فيه قبل ما نطلع بالاستراحة حول هالرموز او هالتراث الكنسة كنت حذرتك عم تقول انه في بعض صار شوي عن كنيسنا وفي كمان اوقات مثل تداخل بتراث الغربي والتراث الشرقي بما يخص الامور الكنسية اللباس بشوف شوي دكتور اخذ الكلمة عندي ابونا بشوف انه في شوية رفض او جهل يمكن للرموز اللي بترمز لالها اللباس اللي بيلبسوا الكاهن هنا كتير مهم اللي حضرتك ذكرته بالبداية يصير تدخل مدة التراث بالمناهج بالمدارس بالجامعات او بالرعاية يصير في توعية حولها الرموز واهميتها حتى نفهم اكتر نتعمق اكتر ابعادة تاريخة ونقدر قيمة هالشي اللي عم يلبسوا الكاهن شو بيرمز شو اللباس او غير اللباس حتى الرموز المسيحي عموما يعني يعني مثلا بعطي مثلا اليوم لباس الكاهن في 33 زر كلنا يمكن ايام نشوف ما مننتبه اللي هن يرمزوا الى المسيح حياة المسيح هيدا مثلا اثنين في عنا يعني معظم زينا نقول الرموز المسيحية الى دلالات الى تفسير تفسيرات اما منطلقة من تفسيرات تلاهوتية دينية او تفسيرات احيانا كمان تراثية يعني اليوم اذا منشوف مثلا التراثيل السريانية السريانية تختلف مثلا عن تراثيل النفطرة الغربية ليه لانه بتحمل بطياطة او بمضامينها رموز او تفسيرات العلاقة بواقعنا او بارتباطنا بالارض ارتباطنا بحياة الشعب اكيد او ممكن يكون فيها تسميات احيانا حالا لمنقول مثلا من جبل صهيون او الى هالتراثيل اللي بتذكر او حتى فيه تراثيل بتذكر اسم لبنان نعم فهيدي يعني فيه الى ارتباط لهوتي كمان ارتباط جغرافي مثلا اليوم عصى الاسكوف نحنا هون بالشرق لازم نتبع العصى الرماني وليس بشكل معكوفي لاي لانه الرماني هي شجرة الحياة بالنسبة لنا نحن وهي شجرة مقدسة بعدها لحد اليوم في بلدان مثلا اليوم بارمينيا يلي هي الدولي الاولى مسيحيا اذا بدنا نقول التنقد فالرمز الرماني هي شجرة الرماني رمز الحياة رمز الصمود رمز البقاء هذه الرموز يمكن في قصم منها تخلينا عنه في قصم منها لازم نرجع نحافظ عليه دائما نحن عندنا مثلا المذبح ميلة جهة الشرق يعني من الرموز اللي بدي أقولها يعني بيبي مجتمعنا اللبناني او حتى الشرقي عموما حكينا قبل شوية عن الحجر الصخر عن كنيسنا المتواضعة كنيسنا قديما كمان كان الباب واطي ليلة كرمان ما يدخل الخيل علي كمان هادي مهم نضوي علي لشبابنا لأنه شو رمزيتها بس تشوف باب منو عالي يعني تعملوه معناتها كان له رمزية تاريخية كان رمزية ممكن لإضطهاد ليش عندنا مراكز اليوم بطرياركية عند معظم الطواقف أو المزاهب المسيحية ليش كانت بمناطق جبالية بعيدة نظر للإضطهاد ليش كانت يمكن بالكهوف بالمغاور يقعد الأسقف أو البطرق كل هادي لازم نرجع مثل ما نضوي عليها لأنه هادي جزء من تاريخنا نعم وعند كل المذاهب أيضا نعم حتى المذاهب الإسلامية عندهم كمان التراث الإسلامي الخاص بهويتهم أو انتماءهم الشرق كتير مهم يلي عم بتقوله حضرتك دكتور روني أدي هيك بيعطي قيمة لهالشي لهالشعوب يلي عاشتوا لحياة الشعب القديم يعني مثل ما عم تحكي الأسقف كان يقعد بمغاور أو بكهف أو بمطارح صخرية لحتى ها علامة من علامات الصمود الشعب صح التاريخ يعني قدام هم الشبيب اليوم تعرف أنه منه هيدا شي هيك بيمرق ما قالوا معنى هيدا شي بي لازم يقدر أنه هالشعب اللي صمد لحتى بقينا نحن بهالشرق مثلا أو لحتى جزرنا ككنيسة مارونية ما عم نحكي بين هلالان أو أي كنيسة أو أي كنيسة أكيد يعني دائم همين ندوي عليهم لحتى نعطيهم هالقيمة الحقيقية يلي بيرمزوا ومن أجل الاستمرارية كمان نعم يعني هالنضال هيدا اللي هني تعبو فيه عقود من الزمن لبل كورون من الزمن توصلنا لهون نحن لازم نحافظ عليه ويكون منطلق لأجيال قادمة نعم وهيدا كمان بفتكر دكتور قدي مهمة لحتى ما نستسهل بقى الحياة يعني نشوف قدي فيه أشخاص جاهدوا كرمنا وأنه نحن حتى بهالظروف الصعبية اللي عم نعيشها كمان لازم نعيش شوي هالجهات لأسا لأسا شوي لأنه نحن عندنا فكرة التخلي صار عند اللبنانيين وعند خاصة الجيل الشاب كتير سهلة نعم يعني بدغرب بحمل شنطي وبهاجر مازم بفكر أنه الهجرة هي الملجأ لأله ولكن ما بيعرف أنه بس يروح لبرة خلاص علق يعني لا بيعود يقدر يرجع وبدو ينخرج بهالمجتمع اللي هو منو ما تعود عليه طبعا الهجرة إلا كان إيجابيات ما قالنا لا بس كمان في إلا سلبيات كتير نعم وهل يترى نحن الخلاص هو بالتخلي يعني بيكون أو الحفاظ على أرضنا على هويتنا على أهلنا على أتعاب الأجداد الأقدمين على صمودهم يلي صمدوا بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية الأمنية السياسية العسكرية كلها تستمرين توصلنا نحن لهون كان في صمود فهذه مهمة أنه نرجع نحن نتمسك أكتر بهويتنا بتراثنا بأرضنا بشعبنا نعم تنبقى وإلا عم نحكي وطنيا أكيد لبنانيا عموما مش عم نحكي بس مذهبيا يعني أو طائفي معينة أكيد لأنه هيدا الشي بنتبقى على كل التواف على كل الشعوب على كل الأوطان على كل الحضارات دكتور روني بس هلأ بديفوت معك بي شي كتير حلو حضرتك كأنه أسسته أسست حضرتك مع مجموعة من الأشخاص لجنة التراس بأبرشيد جونة المارونية بحب هيك ندوي شوي على أهمية تأسيس هاللجنة على أهدافها على دورة شو اللي عم تفكروا تشتغلوه شو اللي عملتوه بشكل سريع لحتى كمانا ننتقل للفقراء التالية بعد شوي طبعا هيدا اللجنة بتكليف من سيدنا المطران أنطوان نبيل العنداري مشكور وعلى سيئته وعلى دعمه دائما لألنا ولكل اللجن بالأبرشي بالمجلس الأسقوفي تأسست من سنتين تقريبا لجنة التراث والممتلكات نعم وهو أهميتها يعني في ارتباط بين التراث وبين الملك يعني الوجود إذا بدنا نقول التملك فهاللجنة مكونة من مجموعة أشخاص من كل الإختصاصات من الذكور والإناث كمان عندنا كتير كمان صبايا معنا باللجنة ناشطات هلأ هدف هاللجنة أولا نشر التراث أكان الفكري من خلال مثلا تسليط الضوء على بعض الرموز إذا بدنا نقول به نحن عم نحكي كأبرشية جوني أول شيء مش كالبنان كتول بعض الأدبة بعض المفكرين اللي غابوا عنا اثنين التراث اللاهوتي أو الكنسي كان كهني رحلوا عنا أساقفي بطاركي من الأبرشية أو كنائس تاريخ الكنائس أديرة وأبرشيتنا غنية كتير بهذا المجال نعم ثلاثة التراث الاجتماعي عم نحكي عم نسلط الضوء على الموني اللبنانية أو الموني حتى بالمنطقة عنا نحن شو عنا نحن شيء خصائص لمنطقتنا بعض العادات التقاليد الأزياء حلو كل هالأمور هايدي هلأ طريقة وطبعا لإيصالة أو نقلة للعالم عموما للشباب وخاصة للشباب اليوم يعرفوا أكتر وكمان لكل الناس يلي ملمين أو عندهم هالإلماء هلأ بسبب الظروف الراهنين نحن عم نضوع على هالأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك الانستغرام أو حتى أحيانا نتواصل إذا في حدا عم يتواصلوا معنا على التلفونات يعطونا بعض المعلومات أو غيرها هيدا كبداية اتنين في عنا كمان من خلال مجلة أبرشيتي عم ننشر فيها التراث أو حتى بعض المجلات الأخرى عم نضوع على هيدا النواحي التراثية هيدا مرحليا المرحلة القادمة إن شاء الله بس تروق الأحوال ونقدر نرجع لحياتنا الطبيعية في عنا أكيد أفكار كتير من جملتها نعمل معرض لهالأمور التراثية بالأبرشية نمازج منها نعم يعني مثلا المحدة اللي كانت لها أهمية كتير كبيرة بضيانة لشو بتستخدم الجرن الجرن اللي اليوم صار نعرضه جرن الكب يمكن كتير من الأدوات اللي مرت على جدادنا إنه هيدا مهم بس نحافظ على تعريفة وبعض النمازج عنها حلو كتير طبعا أنا كمان هدف آخر اللي هو التواصل مع الرعاية من خلال يمكن نعمل ندوات أو نضوي على تاريخ الرعية اللي ضيعة عندهم بلشنا فيها كنا قبل أنا أكيد كل الضيعة بتتميز بتاريخ معي تكسير اسم الضيعة ما نبلش من هون شو معناتها شو يعني لمحة تاريخية اجتماعية تراثية وطبعا نحن الكل عم بيقوم بيدوره هلأ كلكن أشخاص أكيد متطوعين يعني ومتخصصين بهالمجال منحب هالمجال تم نقول متخصصين يعني في عندنا مثلا حدا عم المحاسب بحد آخر مدير شركة تأمين في داكاترا في ثلاثة أربع يعني عندهم هيدا الهواء أو هيدا زينا نقول الرغبة بالتراث ونحن من معظم أو امتدادنا يعني على امتداد الأبرشية فيه من معظم المناطق من الساحل والوسط والجبل تيكون في عندنا هالتشكيلة هيدا زينا نعم حلو ويحب تابعنا اليوم نحن عم ننشر تقريبا كل جمعة معلومات عن ناحية تراثية معينة بالأبرشية حلو كتير وهيدا أكيد مهم كمان للأجيل صحيح أنه هيك تطلع شو في تراث هلأ مثلا المرحلة الجاية في عندنا تفسير رموز شجرة الميلاد شو رموزها حتى توا على الفيس لا بعد يعني نطرين تقرب يعني المغاربة منعرف نحن أكتريتنا الرموز بس الشجرة ليش الشجرة شو بترمز حتى الرموز الغيري شو كل واحد شو رمزيته ليش نحط تفاحة ليش نحط مثلا هيدا الأمور رح يعني منضوي عليها فأزان هيدا كلها ضمن هذا رح نشوف عكل حال نحن هلأ دكتور روني بالفقرة التالية رح نشوف شوين ضو على بعض الصور أو المحطات للجنة لجنة التورس والممتلاكات ببرشيد جوني المارونية يلي مصول عنها دكتور روني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دكتور روني شفنا هيك بعض الصور لمحة صغيرة يعني عن اللجنة اللي حضرتكن عم تحتموا فيها بقلب ببرشيد جوني كانو شفنا فيه أديرة توراسية كانو شفنا فيه عندكن شعار كمان إذا هيك فينا نحكي شوي شو بيرموز مثلا من جملة الرموز الأناطر نحن عنا أكتريت البجوط القديمة يعني أزم نلاحظ فيها ثلاث أناطر الثلاثة اللي هن يعني تعطينا فكرة ارتباط التراث بهوية الإنسان أو انتمائه انتمائه الديني والوطني حال فهذه من الرموز مثلا اللي بتمر علينا دائما يمكن أحيانا ما مننتبه لها أنه ليش في عنا ثلاثة أناطر أكتريت إذا ملاحظ أديرتنا الوسط أو ديوت الأديمة الوسط بيكون ثلاثة أناطر هيدا أولا اثنين في عنا باللوغو في عنا مريم العذراء وكمان طبعا إضافة إلى أنه هي حميتنا جميعا نحن في عنا بكسروان أو بأبراشير جوني عفوا في عنا حريصة نعم يلي هي يعني رمز من رموز الدينية وانطقتنا اثنين في عنا الجبال وفي عنا البحر لأنه نحن امتدادنا من الساحل إلى الجبل فهيدي وفي عنا كمين طبعا البيت التراثي القديم يلي هو هالحجار اللي تحت مع الأناطر نعم يلي طبعا من ميزاتنا اللبنانيين احنا البيت التراثي أكان بفن بنائه أكان بتشكيل يعني أكان ب كمان ب أقصامه إذا نلاحظ البيوت الأديمة أكتريتا كان بالأول في عنا غرفة من إلا الرواق يلي هي عبارة عن غرفة استقبال نحن اليوم ببيوتنا الحديثة يلي هو الانتري هايدي نتفاجأ أحيانا ليش هايدي أنه قديما كان أول ما يدخل إذا حدا جاي لعنده ما بده يستقبله لجو لصدر البيت إذا بنا نقول كان يستقبله بهالمدخل الصغير هالصطيحة إذا بنا نقول أنه ممكن يكون شخص منه قريب فهيدي أهميته بأكترية البيوت القديمة في عنا هالغرفة البرانية يعني قبل ما تفوط على صدر البيت أثنين البيوت أكترية البيوت القديمة كان فيها الأب كانوا يحطوا فيه المواشي المواشي وكان في فتحة بقلب البيت يعني هذي منضوي عليه أن أحيانا تأولادنا يعرفوا أو شبابنا يعرفوا هالأشياء اليوم ممكن نشوفها ما منعرف لاشي هايدي الفتحة كان لها استخدام زواج هين من قلب البيت يكون عادة يا أما حجر متحرك يعني محطوطة ما يعرفها إلا بس صاحب البيت ويكون في سلهم بينزل منها البلاطة المتحركة دل دايما لتحت للأبو الاستخدام الأول يلي هو لأيام الشتة ينزلوا يطعموا المواشي لأن ما يبرم يطلع لبرة لأنه بالتلج وبالعواصف والاستخدام الثاني كان أمني عسكري إذا بدنا نقول لأنه كان في فرقة اسمه فرقة كانت أيام الأتراك حوالي إحنا اليوم بالدارج بدنا نقول حول شو يعني حول يعني مروق مروق وقعود فهذه الفرقة كانت تمرق وتقعد فترة طويلة تكون عم بتنبش عن حدا عن شخص هربان أو بادة ضريبة أو إلا ما هنالي فهذا الشخص المدعي عليه تنقول كانه يفتح وله هالفتحة ينزل لتحت ويرجع يهرب يأما يتخبى بالأبو أو يهرب بالجنين اللي حد البيت إلا ما هنالي كانت تستخدم لهذا الاستخدام الأمر الثالث كان في عنا بكل بيت قديم مخباية يلي كانوا يخبوا فيها يأما الأمح يأما كان في اضطهاد كان في مصادرة يأما دهب يأما أمواء نقود وتكون عالة كمان يأما حجر متحرك بقلب حجار البيت يعرفوا كمان شخصين يلي عمر البيت المعمرجي أو يلي وصح بالبيت فهيدي أمور يعني حلوة هيك تراثية نملي داش كان اليوم فوقلت إلى حد ما يلي حطوا فيها الأكل يكون إلى هالشبك هيدا ما يدخل هلا ما رأيت معي كلمة مثلا ضمن التراث الفكري الأدبي معمرجي نحنا كلمة الجي هيدا وما بنا نستفي خدناها من الأتراك يوم بس نقول معمرجي المورقجي الكندرجي كل الجي هيدا الجي معناته صاحب الشيء الذي يقوم بهذا الشيء خدناها مصطلح تركي حلوين كمان رح تدوع على اللغة يعني أدى هاللغة في مصطلحات بتدوي أدى إخدين كمان حتى من الفرنسيين بقى تلقى الفرنسيين من الأتراك من العثمانيين من المماليك كلمة استاذ مانة عربية هي فارسية كلمة دستور هي أيضا فارسية كلمة طووق اليوم كمان الأكل أو الكباب يعني في عنا كتير نحنا من هويتنا أو تراثنا اللبناني ليس لبناني صرف وما بدنا برش عقوله من نستحي لأنه هو يتكامل يندمج وبيرجع يعني بيطعم وبتيعطي هالصفة الفريدة لمجتمع معي حتى المأكلات ما فينا نرفضه يعني من نرفض كمانا هوية نتاليكنا مصبوط لأنه هايدي الشعوب مثل ما هي عطيتنا نحنا عطيناهم يعني اليوم مثلا المأكلات للغرب أخذها عننا نحنا كتير مأكلات لمن أجو الصليبيين أخذهم أكلات عننا والعكس نعم دكتور روني هلأ رح أنتقل للفقرة التالية الله معكم تحية لإلك مدام فيكي ولضيفك صديق الدكتور روني تطرق لموضوع التراس مهم بأيامنا الحاضرة لأنه في عودي للماضي اللي بلش يزول ويتلاشى مع مدني بدأت تسيطر على عقولنا وغيرت معالم كتير من تراسنا التراس بيحمل كتير من العادات والتقاليد اللي ما عادت موجودة لأنه الحضارة الغربية دخلت على كل ضيعة وعلى كل بيت وخلتنا نتحصر على أيام حلوة منذكرها دايما ومنتمنى ترجع وصرنا ملزمين أنه نجمع هالتراس حتى الجيل الحاضر يتعرف على تاريخه وعلى هويته لأنه الإنسان اللي ما بينظر للواقع بعين الماضي ما بيقدر يبني حاضر ومستقبل وإذا منعود بالذاكرى للأيام الماضية منقدر نشوف أنه التراس هو مسيرة حياة لشعب كان شعاره الصدق وميزته الأمانة بعد ما تحول شعار الصدق والأمانة لسلعة تباع وتشرة بحياتنا اليومية ونحن إذا حاولنا نحيي الأيام الماضية ونعيد رونا قدام عينينا منو حبا بنبش ماضي منعتبره راح وصار ذكريات منسية ولكن حتى نستخلص من الماضي عبر تنقدر نساهم ببناء حياتنا بالمستقبل وحتى نأكد أن المحافظة على حضارة شعب بتبدأ من خلال إظهار عداته وتقليده اللي هي جزء من تراثه الشعبي وتأكيد على هويته بمسيرة الحضارة الإنسانية صحيح الحياة بتتجدد وبتطور والتطور بالرغم من حاجتنا لإله ما فينا نوقف مطرحنا وننتظر يمرق من حدنا نحن بدنا نلحقه هالتطور أدى لتغيير بعقلية الناس وتصرفاتهم وتغيير بنمط العيش وبالرغم من هالشي ما لازم نتراجع وعلينا نساهم بمسيرة الحضارة الجديدة وبس واجبنا نحافظ على تراثنا حتى ما يضيع بين وراء التاريخ الصفرة وسنديء النسيان اللي بدأ يتسرب على عقولنا أعزاء المشاهدين نحن أخدنا وجهة نظر الأستاذ أديب الأسيس يلي هو كمان عضو بلجنة التراث والممتلكات ويلي عنده مجموعة من الكتب والمؤلفات منها كيفية انتخاب البطريارك الماروني ومقالات عديدة وكتاب عن الأزياء التراثية اللبنانية من التوراة حتى القرن التاسع عشر ودراسات عديدة بمجال التراث نحن نشكر على هالمداخلة يلي كانت جواب على سؤال سألني إنه إذا هلي بيتناقض الحفاظ على التراث الشعب مع فكرة التطور في عالم التكنولوجيا وأكيد شرح بإسهب إنه أهمية الحفاظ على التراث وهيدا شيء أكيد ما بيتعارض مع التطور بالعكس بيساعد لحتى ننطلق بعالم أفضل وانطلاقا من يلي تركوا إرس جدودنا لألنا وأكيد نحن فينا نستعمل التكنولوجيا لحتى مثل ما عم بيستعملوا بلجنة التراث والممتلكات وسائل التواصل الاجتماعي لحتى ينشروا ويبسوا هالم معلومات عن التراث والفكر يلي نحن ضروري نحافظ عليه ننتقل للفقرة ما قبل الأخيرة دكتور روني ما قدنا ما بقى كتير يسمح لنا شوف الدكتور أو استاذ أديب الأسيس أعطاناها الوجهة النظر الحلوة بدنا نحكي بعد عن دور المرأة بكلمة صغيرة في الحفاظ على التراث نعم من لك أولا المرأة هي شكلت عبر تاريخ لبنان جزء من تراث لبنان كذبنا نقول كان في تحضير الموني يلي هو من اختصاص أكان في الأزياء يلي كمان هي رائدة بهذا المجال أكان في الفن المطربات واللي خاضوا هذا المدمار يعني بمختلف النواحي ونحن نعرف أن المرأة هي التي تربي يعني ذكر استاذ أديب الصدق والأماني والقيم هذه التربية هي على عاطق المرأة أكتر من الرجل صحيح نتكامل تحملونا مسؤولية دائما هذا فخر لألكم وهذا لأن نعترف أن دورنا بهذا المجال مقصر ما بنقدر نقوم بهذا الدور كما المرأة بتقوم فيه هو دور متكامل متكامل ولكن حقيقة المرأة التي تربي المرأة التي تعطي القيم للأبناء يعني كان كان إجابا بيعطو الدور للمرأة أو حتى سلبا إذا عالي اختربت أو أول شي بقوله بفرنسا في مثل شرشي لافام يعني أول شي فاتشو يعني معناتها أنه للطوك أو المشكلة من المرأة هذا كمان الشيء منيح بس هو شيء منيح ليه لأنه خليني خدم من ناحية الإيجابية نعم أنه فعلا هي التي تربي وتنشئ المجتمع نعم فكيف بعد هذا بشكل عام فدورة إنساني تاريخي تراثي حتى كمان لهوتي ديني يعني كمان أول ما الولد يتعلم الصلاة أمه العادة بتتعلم بتربيه الصلاة وهذا من التراث يعني أنا بعدني بذكر لها أنه الأباناء أنا أول اللي علمني إيها قبل المدرسة وقبل هي الماما لما كانت عم تنيمني كل ليلة فمنشان هكي دورة المرأة أساسي بالتراث مجرد أن هي عم تقوم بتربية أبناء هو دور تراثي مجرد أن تربي ابناء على الحفاظ على وجوده باللبنان هو دور تراثي وطني أيضا لأنه كنا حكينا قبل شوية عن الوطن مجرد أن يمكن تعلم بنتها أصول العمل البيت المنزلي أكان بالطبخ أكان بالاستخدام المنزل كل هذه تدخل بالتراث أكيد هلأ رح أختم بالفقرة الأخيرة دكتور روني بختم بدي كلمة أخيرة منك دقيقة معنا بعد نعم رح بلش بارتباط العالمي بالتراث ما حدا بيلغي حدا إنما ضروري نحن ناخد من العالمي الإشياء اللي بتفيد التراث تكمل التراث مثل ما اليوم معظم الناس عم تعمل بخلال وسائل التواصل الاجتماعي ناخد الإشياء المنيحة من دون ما نلغي حالنا هذا أولا فنستفيد من التطور الحاصل من التكنولوجيا من عصر العالمي ولكن بالتزام مع هذه الاستفادة إنه نحافظ على هويتنا على تراثنا على ارتباطنا بالأرض على التراث بكل مضمينه ننقلو للأجيال القادمة مثل ما قلنا من خلال المناهج تربوي من خلال التنشئة البيتية الرعاوية للمؤسسات المجتمع المدني عموما فهيدي يعني لازم تكون مرحلتنا لأنه مثل ما قلنا الحفاظ على التراث يعني الحفاظ على الهوية وعلى الأرض وعلى استمرارنا بالوطن حلو كتير دكتور روني أنا بدأ أشكرك كتير على مشاركتك وعلى هالأمور الحلوية التي ضويت عليها بتراثنا الشعبة والثقافة والفنة أهلا وسهلا فيك شكرا لك مرسي أعزائي المشاهدين بختم أنا وياكم على أمل التأفيكم بالأسبوع الجاي موسيقى